شارك سعدة دكتور عبدالطيب الرشد الزياني وزير الخارجية في الجلسة الحوارية الثالثة التي عقدت بمشاركة كل من معالي السيد أيمن أصطفضي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية وشارك في الجلسة تحت عنوان الدبلوماسية والردع معالي الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق وذلك ضمن مؤتمر حوار المنامة في دورته السابعة عشرة والذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وزارة الخارجية وتحدث سعادة وزير الخارجية في الجلسة الحوارية حول القضايا ذات الصلاة بمنطقة الخليج والشرق الأوسط بالإضافة إلى مسائل أوسع تتعلق بالسلم والأمن الدوليين وقال سعادته إن تعريف الردع في العلاقات الدولية يركز على السعي للتأثير على سلوك الفاعل لردع مسار عمل معين مع احتمال فرض عقوبات أو عواقب سلبية أخرى بينما نميل تقليديا إلى النظر إلى الردع بطريقة الحرب الباردة القديمة وأضاف سعادة وزير الخارجية أننا نحتاج اليوم إلى تبني وجهة نظر أكثر شمولا تشمل الردع بجميع أشكاله مما سوف يتيح لنا أن نرى بشكل أوضح كيف يمكن ربطه بتعريف واسع للدبلوماسية الحديثة وأضاف سعادته إن الردع لم يعد ينطبق فقط على سلوك الدول القومية لأن العالم اليوم يواجه عدة تحديات من مجموعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك التنظيمات الإرهابية والميليشيات والجماعات التي تعمل بالوكالة وأضاف سعادته إننا نحتاج أيضا إلى تجاوز رؤية الردع من خلال عدسة العمل العسكري أو العقوبات وهو ما يمكن أن نطلق عليه ردع القوة الصلبة وأضاف سعادته أن دول العالم في عصر ما بعد كوبيد 19 تزيد تحقيق المرونة بينما نتطلع أو تتطلع شعوبها إلى الأمل والأمان والإيجابية ودعا سعادة وزير الخارجية إلى ضرورة الحرص في حقبة ما بعد جائحة كورونا على أن نكون مبدعين في استخدام الدبلوماسية وتحليل البيانات في نهجنا تجاه الردع وتنفيذه تنفيذه